قضى ريموند هيكينغ أقوداً ويحاول إقناع العالم بأن لوحة الموناليزة التي اشتراها من متجر فرنسي للتحف في عام 1953 هي الأصلية وأن اللوحة المعروضة في متحف اللوفر مزيفة وتعريد دار كريستيز للمزادات حالياً لوحة موناليزة هيكينغ للبيع عبر الإنترنت أملاً في أن تعود عليه حملته تلك ببعض الطاوض وقال بير إتيان المدير الدولي للوحة العتيقة الرائدة في كريستيز إن اللوحة تشبه الموناليزة لكن العمل ليس بجودة رسمات ليوناردو دافينشي ويستند هيكينغ في حججه إلى أن اللوحة الأصلية لم تعطقت بعدما سرقت في أوائل القرن العشرين لينتهي بها الأمر في متجر بقرية ماغانيوسك في منطقة بروفانس الفرنسية بينما خضع المعرض في فاريس بنسخة طبق الأصل فيما قالت دارو كريستيز إن لوحة هيكينغ رسمها فنان مغمور في أوائل القرن السابع عشر بعد مائة عام تقريباً من دخول اللوحة الأصلية لفنان عصر النهضة الإيطالية مجموعة مقتنيات الملك فرونسوال أول ويتراوح السعر المبدئي للوحة بين مائتي ألف إلى ثلاثمائة ألف يورو وينتهي المزاد الإلكتروني في الثامن عشر من الشهر الجاري ترجمة نانسي قنقر